موسيقى او مراهق انه يقدم على الانتحار فعلا هاد اليام هاد الازمة ديال الكورونا ديال الكوفيد لاحظنا بنا افكار ديال الانتحار والمحولات ديال الانتحار عند الولدات والمراهقين تزادوا قبل كنا نشوفوا اكتريتهم عند المراهقين 13-14-15 العام وهاد اليام ولينا كنستقبلوا وليدات وبنتات 8 سنين 9 سنين اللي ولو كي يخموا فيه وكان اللي قاح كيعبر عليه بوحد طريقة واضحة وهدا مشكل كنشوفوه مع هاد الازمة هاد اللي كان تهديد بالانتحار واش هنا كيدوك طفل نقوس الخطر تهديد بالانتحار عمرنا ما خسنا نقلو بنا الطيفل ولا المراهق ولا ولو إنسان كبير كيهدد من انتحار إذا الكلمة انتحار ولا الفكرة ديالانتحار بانت حضرات خسنا نهتم نهتم بيها نهتم بيها ماشي ضحك ماشي سينيما ماشي تفليا باش الواحد الكل من انتحار تجي وتبقى وتبدأ تقال عبغة بنا كينا شي حاجة كينا واحد الالام ولا الناس بعضيتهم كي متى يتواصلوش ولا كينا واحد ضغط موحد جيها ولا مجيها المهم كينا واحد للمشكيل وهذه المشكيل خسو شو يد الوقت شو يد انتباه شو يد تحلل خس كل واحد يدير المجهود ديالو اكتر يا الوالدين والمدرسة والناس اللي ضايرين بهذا الطيف ولا هذ المراهق يعني ماشي تهديد بعض اطفال اللي كيلجؤوا للانتحار او محاولة الانتحار فقط للف الانتباه شنو كدغون فالظاهرة هذه لا ما نتفقش معك ما غديش نستعملو كين طريقات خرين باش باش تحاول تجيب لعندك انتباه ديال تشد بك ولا تشدمك ولا تضغط عليهم ولا ولا انتحار ما غديش نعتبروهم هذ الطريقات غان نعطيه واحد الاهمية اخرى ما غديش نقولو اخرى اخرى لنعطيه واحد البلاثة معينة ما دخلش فيه واش الانتحار عنده علاقة بالمستوى المعيشي للفرد يعني هذك الطفل واش لكان فقير تمك غادي يقدمه الانتحار والعكس صحيح كنشوفه هاد المشكل عند الناس فقيرين أميان وكنشوفه هاد المشكل عند الناس لباس عليهم وقارين كين بعض العائلات أميين وما عندهم شاي ولين الجو العائلي وكين واحد ضحك والتفليا اللي ما غا تلقاش عند بعض الناس ولو عندهم أموال كثيرة وقارين وغا تلقى واحد ضغط غا تلقى واحد ضغط ماشية في المستوى وغا يجعلنا ما عنده التعلاق الكريس سوسيال إيكونوميك كيجعلو الإنسان يكون غاني ولا فاقير كيولي ما كيبقاش مرتاح ما كيبقاش بالو مرتاح ما كيبقاش إذا ما كيبقوش يحلمو بالمستقبل وإذا ما حلمتيش بالمستقبل حبستي في الحين غا يكونوا مشاكل دكتور ممكن تقربنا كتر من ظاهرة الانتحار هاد المشكل مشكل بدوك يخمو فيه الناس اللول اللي خمم فيه هو إيميل دوركيم ديس ويسان كاترون ديسات واللول اللي بدك ينتابه لهاد هاد المشكل ديانتحار في فرنسا وحاول أسس جوج حاجات هاد إيميل دوركيم أسس اللي يع في العالم هي على السويسيد وأسس السوسيولوجي وكان كيقول لنا بنا الحواج اللي كي اللي كي جعلو الواحد انتحر أكتريتهم جايين من المجتمع فكرة فكرة هذي فكرة الواحد ياخدها على عين اعتبار وعين واحد غبعاد الأنواع ديال ديال انتحارات كيين واحد نوع ديال انتحارات بحل دباه فاش الواحد ما كيقدرش يندامج ما كيقدرش يندامج واللالخورين ما اعطوش الفرصة باش يندامج اللي يسمى السويسيد ديقويس كنشوفو هذي النوع بعد مرات عند بعض الأطفال ومبعض المغاهقين كاين واحد نوع آخر لانوميك لانوميك يعني القواعد ديال المجتمع ما بقاوش ما بقاوش كل واحد كيديها فراصو كاين واحد نوع آخر اللي اضغط كتير على الطفل ولا على المغاهقين هذا كان نشوفوه كاين واحد نوع آخر كان كان وطحو وهو اللي كنا نشوفوه عند اللي كاميكاس جابوني ولا فليك ساكت فاش كان نفشل خصنين نقتل غاسي كان واحد ضغط كتير من المجتمع عليها وخصنين نكون في المستوى دياله داك المجتمع وهاد آآ ألفين وتسعمائة 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 وستين وقاع قبل شوية كان واحد نوع سياسي ديال انتحار تهوبا وعبرا على ذلك المرحوم بوعزاوي اللي معاه بداء اللي بخانطان غاب دا هو طريقه باش الواحد كي يعبر على والنه هادا نخليوه في التقار هادا يميل ديوركين الحد ديوركين الفين وتعمائة وتلاتين وحد ألبك ألبك أشداء دا هادوك الخدمة ديال 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 ديوركين وبدأ كييطبق لها ديال تيكنيك ستاتيستيك لما كانوش عن تسدوكي دو وهدك شي وضح زاد وضح شوية من بعد وفي هذه التسعينات واحد بودلو كريستوف بودلو واحد مادام ستانلي جابلي الله بينوا بنا انتحار كي زاد في الكريز ايكوناميكي سوسيال يعني بحال هاد الحالات اللي احنا عايشين فيها ودونك كين واحد الجو واحد الجو اجتماعي كي اطر هادا موحد طريقة وليني عايشيني كين واحد طريقة اخوة وهو بالعاد يا الالام ولا الامرات النفسية غادي 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 دفعو الانسان طيف المراهق ولا ناس كبر الانتحار هلو غادي انواع دي الاكتئاب انواع دي القلاق غادي بعد ما غاد امرات نفسية شديدة بحال الاسكيزوفريني الملادي بيبولير اللي غادي جعلوه الواحد يخمم بوحد طريقة شديدة في الانتحار دكتور شنو السبب غياب الاحثائيات او الارقام مضبوطة حول هاد الظاهرة ماذا هذا مشكل كان عينيه به تحنا في الميدان دينا كان لقى امتتتود عدوات امتتتود داغوص صيبوا داروا صحاب فاس داروا صحاب ربا داروا صحاب طانجا وليني بوغفور ديشي فرنسيونو هدك مشكل ما ما نقدرش نجاوبك على هذا السؤال وليني مشكل تحنا نبريو نعرفو شحال فين كيفاش شكون لكي قيس باشاكك نبريو اماجيني دي progrام ناشيونو دي prevention كيفاش ممكن اننا نخفو من هالدهير هدي ونخليو اطفالنا ما يفكروش في الانتحار مالو خاص الواحد ينتابه ينتابه لهادك الطيفل ولا لهادك المغاهق واش بدك يتعازل واش ولا حزين واش ولا بعد مرات كي عبر على الحزن وعلى وعلى المشاكل ديالو بطريقة خورة ريزم العنف ولا ولا بدك يتعطل لبعد المخديرات المخديرات كي عوتاني كي يزيدوا يشدوا المشكل كي يزيدوا يكتروا منو الجو العائلي واش كين جو مبني على الحوار مبني على النقاش واش طفل ولا المغاهق يقدر يعبر بلا ما يحس بنبه مو للمجتمع ولا المدرسة كد 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 حكم عليه بلا الضغوطات اللي جايين من كل جيه واش كي ينعس مزيان واش كي ياكل مزيان نوك بعد مرات سيدي توبتيسين توبتيسين اللي وليني فاش كتجمع اللو والثاني الثالث غاخصك دولي تعطي واحد الأهمية وتشوف هدك الطفل وهدك المغاهق كي يغادي كين واحد الحاجة بريت نقولها لك لا شي ماء وهو شي حاجة اللي كتخص بكم انتم الصحفيين طفلك المثال اللي تيقول لك على العيالات بعد مرات كد تجي تكحلها كدعمها وهي يديها لكم وهو يسمى بوحد اللي في اللي في الرب دار و لورغانساسيون ماندية للاسانتي كد قولنا كد قول الصحفيين انتاب هول هدا ما عفتش حال ديل الصحفيين عارفين كيفاش يهضروا على انتحار وشنوخ سومي ديرو وشنوخ سومي ديروش الورغانساسيون ماندية للاسانتي دونك كد قول لك واخ فرصة باش نباه باش ننصح الجمهور بحال اللي حاولنا نديرو دهبا وكد قول لك بنا ما خصناش نستعملو واحد الكلام سانساسيوني ما خصناش نرغيو بنا هاد المغني ولا هالممتيل ولا هاد اللاعب الكويري رادار هاد الموحلة وانتحار وفين دارها وكيف دارها ويوغيو لنا التصويرات ويوغيو لنا الافلام ويزيدوا ويأكدوا ويزيدوا دونك كاين شي حويج لانتوما الصحفيين من بعد مرات فبلاس ما تصلحوها كتكعبوها يعني فين يكون يتناول موضوع الانتحار يتنتبهم زيان لهاد موضوع انه موضوع جد حساس وهكا كنكون وصلنا نهاية موعدنا اليوم على امل لقائكم ان شاء الله في موعد جديد ومع موضوع جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة